رحب مدير منتخب مصر للكرة النسائية والمسؤول عن ملف التطوير خليني أمسك من الآخر التايتل ملف التطوير حضرتك يعني مسكتي المنصب إمتى وبدأتي تشتغلي على ملف التطوير قد إيه؟ هو طبعا إحنا معنا رئيس لجنة التطوير كابتن عبداللطيف إمام هو رئيس اللجنة وإحنا طبعا أفراد معاه بنساعده على اعتبر أن إحنا طبعا من قلب المنظومة إحنا طبعا تولينا المهمة من فترة من أول ما الدكتورة صحر عبدالحق طبعا تولت المهمة هي يعني قامت بتعيين الجهاز الفني واللجنة تشكيل اللجنة على طول يعني فور استلامها العمل يعني وطبعا وشغالين بقى على خطوط متوازية يعني في كل القطاع اللي بيخدم النشاط يعني واللعبة من أول منتخب مصر الحد طبعا أصغر فريق في فرق الدوري كرة النسائية حطين بلان للتطوير نفسه أكيد برضو يعني أنتوا توليتوا المهمة في وقت صعب ولقيتوا قدام منكم مشاكل كتير ومشاكل بالجملة حطيتوا واحد دين تلاتة يعني هنبتدي في حل دي في حل دي يعني البلان اللي أنتوا حطينها للتطوير طبعا إحنا عاملين يعني اجتماعات مستمرة ودائمة بين أفراد اللجنة طبعا اللجنة عندنا فيه دكتورة سونيا عبدالوهاب من وزارة الشباب والرياضة عندنا دكتور محي معروف برضو من وزارة الشباب والرياضة استثمار وتسويق رياضي عندنا كابتن مجدي رزق برضو حكم دولي ومحاضر دولي يعني عندنا الأفراد اللي موجودين في اللجنة كل فرد فيهم يعني مسؤول عن جزئية معينة وبيشتغل في خط معين رائع بحيث الخطوط كلها تكون يعني متوازية متوازية وطبعا يقدموا الأعمال المختلفة بتاعتهم يعني احنا عايزين برضو الأعمال تكون يعني متعددة ومختلفة يعني مختلفة الأهديد طيب